السؤال لحضرتك هل انتهت جماعة الإخوان خلاص وانتهى تأثيرها أم أن جماعة الإخوان لسه موجودة وبتخرب بطرقها بطريقة أو بأخرى جماعة الإخوان مش حاجة واحدة جماعة الإخوان اللي في مصر هي تنظيم وفكرة التنظيم الجهات الأمنية والشرطة المصرية والأمن الوطني والمخابرات العامة وقفت ضد التنظيم ووجهت له ضربات قوية جدا وجففت مصادر التمويل ببراعة شديدة لكن مش الفكرة الأفكار بتاعة الإخوان التي صورت للناس عبر ما نجح الإخوان في صنع طيار يؤمن بأفكارهم كم واحد أمن بأفكارهم عن جهل أو كم واحد هو يمكن دخل للموضوع عشان منفعه؟ لا عشان منفعه دي قول مشهور للإخوان موني الخضيبي كان يقوله كان يقول من نستطيع أن نشتريه بآية من القرآن أو حديث فليكن ومن نشتريه بموقع أو منصب في برلمان أو في نقابة مهنية فليكن ومن نستطيع أن نشتريه بالمال فليكن إنما المهم هنا الشخص ده هيفيد الجماعة دي بإيه؟ بإيه؟ بيمشوا في الشارع يلموا الناس ويقولوا لهم تعالوا لنا لا لازم يشوف الشخص ده هيؤدي إيه؟ يعني المضللين نسبتهم ممكن تبقى إيه؟ بصي الجسم الرئيسي في الإخوان مضللين والجزء الرئيسي مضللين الرئيسي الذي يترأس هذه الجماعة مضللين يعني جماعة الإخوان إما مضللين أو مضللين لا ثالثة لهم طبعا والمضلل ده بيدخلوله عن طريق إيه؟ ما إحنا لازم نهرف الأفكار اللي بيدخلوا ليها بي بيقولوله إنه إحنا بنحكم بغير ما أنزل الله والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أولئك هم الفاسقون أولئك هم الظالمون وإنه ينبغي أن يكون هناك ولاء وبراء فنوالي المسلم ونتبرأ من غير المسلم وتطور الأمر بعد كده أن نوالي من معنا في التنظيم ونتبرأ من هم خارج التنظيم بحسب إن اللي بره دول هم أهل جاهلية وبعدين فكرة التكفير ومن هو الكافر وتوسيع النطاق بتاعها عشان يصيب أكبر عدد من الناس حتى لو اختلفت مع واحد من الناس في الرأي فأنا في عينه وفي ضميره كافر تغذية الشعور لدى الشاب بأنه هو نفسه الإسلام إزاي؟ حسن البنة كان بيقولهم ودي دروس بتأخذ أنا عارف إن الوقت يعني زحف معنا لا 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 ليس معنا وقت تفاضل حضرتك إنه حسن البنة كان بيقولهم إذا سألوكم من أنتم فقولوا له نحن جمعية خيرية أو طريقة صوفية أو فكرة فقهية أو نادي رياضي أو أوفا فإذا قالوا لكم لقد غم علينا الأمر من أنتم؟ فقولوا لهم نحن الإسلام نحن الإسلام يعني الواحد في الإخوان بيتربع على أنه الإسلام فإذا ما عارضه واحد من الناس يبقى كأنه يعارض الإسلام دي فكرة بتتزرع بشكل غير مباشر إنه لما يجي ينزل مثلاً انتخابات في النقابة أو في برلمان هو نازل وبيقول الإسلام هو الحل هو نازل وبيقول في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء يبقى أي حد نازل الانتخابات أصاده يبقى مش عايز يسقطه لا ده عايز يسقط الإسلام لأنه هو وكأنه يمثل الإسلام الكلام ده كله بيتحط ليس بشكل مباشر لكن بيتزرع بيتعمل ببرمجة ذهنية لهذا الشاب الذي دخل إلى